اشتركوا في القناة التي اقيمت في مومبازيير بالجمهورية الفرنسية الصديقة وتلقى جلالته برقيات تهنية من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة والوجهاء والاعيان وعضاء مجلسي النواب والشورى وعضاء المجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والاندية الرياضية والمواطنين واكد المهنئون ان هذا الفوز التاريخي الذي حققه فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جاء بفضل الدعم والمتابعة الدائمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا ومساندة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واشادوا في برقياتهم بالمستوى الرفيع الذي قدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد للاحتفاظ بهذا اللقب العالمي للعام الثاني على التوالي من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها في الاعداد والتدريب ليضاف ذلك الى سجل سموه الحافل بالانجازات المشرفة حتى اصبح الفريق الملكي للقدرة نموذجا مشرفا يرفع اسم مملكة البحرين عاليا في منصات التتويج العالمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة